مرحبا بكم في قناة تحفة يوب وقف هذه المطالب التي وصفها كثيرون بالغريبة والجشع الزائد في ظل الوضع الاقتصادي الصعب نهيك عن كون الرئيس بون مؤخرا يشن حملة للقضاء على كل اشكال الفساد والتقاع موجها ضربة موجهة لهم خاصة وانه مؤخرا رفع الحصن عن بعض المسؤولين بينهم نواب برلمان كما استذكر جزائريون الحديث عن عودة الوزير السابق بالقاسم زغماتي مشيرين انه الوقت المناسب مع حملة تطهير في كل المؤسسات التي يقودها الرئيس عفر المجل تبون حاليا اما وبخصوص ما طلبه به نواب البرلمان ويدغطون لفرضه فقد اقترحوا الغاء العقوبات المالية عليهم عندما يتغيبون على البرلمان ومطالبين باستحداث من نحو مكفآت مالية وحتى سفريات للخارج مع الاستفادة من دوريات تكوينية للنواب الملتزمين تحفيزا لهم من اجل الالتزام بحضور الجلسة الرسمية والمشاركة في كافة الفعاليات المنظمة بالغرفة السلفلة للبرلمان وكأنهم بهذه المطالب يقولون انهم بحضورهم الذين اهوى اصلا واجب عليهم كأنهم لو حضروا للجلسات يفعلون خيرا ومزيدا في شعب الجزائري بل وههم يطالبون هؤلاء البرلمانيين بمطالب خيالية ومكلفة جدا للخزينة العمومية ككل مرة نهيك عن رواتبهم الفلاكية والامتيازة الضغمة لازالوا ايضا يطالبون بالمزيد من منح وسفريات لمختلف دول العالم بخرجات غريبة جدا بالمقابل ادرجة نواب محسوبون على المعارضة البرلمانية وقترحات لتعديل المواد القانونية التي تتناول حقوق المعارضة النيابية في المجلس الشعب الوطني مؤكدين ان هذه الاخيرة غير واضحة ولا تقدم تفسيرات كافية حول ممارسة المعارضة البرلمانية لحقوقها المنصوص عليها في دستور 2020 فالشعب اصلا يطالب بتخفيض رواتب البرلمانيين وتخفيف الاباء التي تكلف وتستنزف الخزينة العومية الكثير هذا ويطالب الشعب ايضا بفرض عقوبات ردعية وسرمة وحتمالية على كل من يتغيبون عن الجلسات في حين البرلمانيين الان اطلقوا بخراجات عكسية ومطالب خيالية ويضغطون لنيل امتيازات ضغمة لهذا كانت في الايام الاخيرة مطالب شعبية لرئيس عبد المجلس بمون بالتدخل ووضح حد لكل البرلمانيين المتقعسين والجشع الذي بات طغيا عليهم مطالبين ايضا بتعجيل عودة الوزير السابق بالقاسم ضغماتي لمنصب وزير العدل واعادة سياسة المنجل وصيد كل مفسدين لمحاسبتهم قانون من الحكومة يهز البرلمان وستطبقه لأول مرة في الشرطة الجزائرية ولماذا سيعتبر خطوة غير مسبوقة وهل تعود بالفائدة اميلاكس وعلاقة هذا بقضية الراحل جمل بن اسماعيل والحالة ثلاث ميله بداية يصنع الحدث بخلاف وساع بين نواب الغرفة السفلة للبرلمان والسلطة التنفيذية بسبب مشروع قانون العقوبات المعدل وصدامهم المباشر مع حكومة الوزير العربوي حيث اشتعل الجدل بين الحكومة والبرلمان بقوة بخصوص الشرطة حول استعمال مسددستها في حالة معينة وقد طالبوا الحكومة بتقديم ضمانات قانونية وتنظيمية اكبر لمنح حدود تجاوزات باستعمال مسددستات افراد شرطة والقوى العمومية خلال المواجهات ورغم ان المادة المقترحة من قبل اعداء لجنة الشؤون القانونية والحرية بالغرفة السفلة للبرلمان قد اشهدت لأفراد شرطة استعمال مسدستها في المواجهات صعبة جدا فقط دفاعا عن النفس شريطة توصيع دائرة الاستشارة لدول اختصاص للفصل في هذه الاحداث لضمان الحق القانوني لكل طرف الا ان بعض النواف خلال جلسة مناقشة المشروع تحفظوا على مضمونها تخوفا مما وصفوه بالافراد في استعمال القوى من قبل عناصر شرطة مستقبلا واعتبر مجموعة من النواف في مدخلتهم ان النص المدى 149 مكرر 24 يبرز الافعال التي قد يرتكبها افرار القوى العمومية اثناء او بمناسبة ممارستهم لمهمهم في مكانفحة الجريمة وضبط الامن المؤكدين ان حقوق هذه الفئة مكفولة بها في نص المدى 29.40 من المشروع من ادراج مدى جديدة تؤدي الى نتائج عكسية مستقبلا وتفتح الباب على مسرعه امام حدود تجاوزات على مسرعه امام حدود تجاوزات في استعمال المسدسات خاصة ان الشرطي سيكون بناء على هذه المادة محميا قانونيا وهو الامر الذي رفضه وزير العدل عبدالرشيد طبي حيث استوقف في بداية الجلسة كلمة احد النواب المنسقدين لمسألسه حول ادراج هذه المادة في مشروع القانون ودفع وزير العدل بقوة عن مضمون المادة الجديدة مشيرا الى ان الفقرة 3 من نص المدى 40 من مشروع قانون العقوبات التي وردت في النص الاصلي للمشروع قد تم استفدالها بالمدى 149 مكرر ابنان وتعد اكثر وضوحا وجموليا مؤكدا ان المشرح حرص على توصيع دائرة الاستشارة في هذه النقطة بالدات لضمان حقوق كافة الاطراف كما تحدث الوزير عن تقديم ضمانات اكبر في هذه المسألة من خلال تعزيز دلائل قانونية في مشروع قانون الاجراءات الجزائية التي ستتم منقشتها قريبا وكذا امكانية تبني مقترح مصالح الامل متعلقة بمسائلة الاعتماد على ما يعرف بكاميرات بوديكار مستقبلا وهي اجهزة صغيرة يتم ارتداؤها على الجسم لجميع عناصر شرطة ويكون لها تأثير كبير لمنع اي تجهوزات كما انها تحسن بيئة عمل شرطة اكثر ضربة موجعة للعديد من الوزراء ونهاية حتمية لابعدهم مع مواجهة الرئيس للبرلمان للمرة الثانية على التولي وتجدود السابق الغير متوقع من البرلمان يطحون ببعض الوزراء وهذا ما كشفه هو تسريع قيام الوزر الاول الارباوي بتعديل شامل وتنظيف بيس الحكومة كليا بداية الرئيس بونا الآن حدد موعدا جديدا وسيكون بعده قطف العديد من الوزراء المتقاعسي لتسريع تعديل الحكومي الذي قال خبراء ومرقبون ان الوزر الاول ندير الارباوي سيقوم بتغيير حوالي عشر وزراء في الحكومة الحالية حيث انتفل مجددا نواب البرلمان الجزائري على المسؤولين وخاصة بعض الوزراء وولاد الجمهورية وهذا الرقم بإقالة عشر وزراء لم يأتي من فراغ اين قال مراقبون ايضا ان لقاء الرئيس بونا للمرة الثانية على التوليب البرلمانيين والاستماع لهم تحت قبة البرلمان وحتى الاستماع لانتقاداتهم البناء واقتراحات الحلول وحتى توجيهه واطلاعه على كل اخفاقات او فشل ونقائس كل وزراء على حدث خاصة وان العديد من البرلمانيين كانوا وجهوا انتقادات لدي عالي العديد من الوزراء وفي العديد من المراس اثناء موجهتهم وطلبوا الرئيس بونا بتدخل خاصة وانهم كشفوا حينها بالادلة ما يقولون عنه فشل بالتفصيل لبعض الوزراء وتقعسهم لهذا هذه فرصتهم في لقائهم المطول للمرة الثانية على التوليب البرلمان مع الرئيس وحتى بحضور الوزر الاول ندر العرباوي ما سيضع اي وزير قام البرلمانيون مؤخرا بانتقادهم في ورطة كبيرة لانهم سيتلقون الانتقادات امام الرئيس بونا من كل البرلمانيين والاكيد انه سيكون للتوجهات واقتراحات البرلمانيين تأثير في تشكيل الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها الوزر الاول ندر العرباوي قريبا جدا كما ان الرئيس بونا كان اشد كثيرا بالبرلمانيين الحاليين واتنع على مجهودتهم خاصة حسبه ان اغلبهم من الشباب والتمس منهم نية حب الخير للبلاد والعمل لمصلحة الشعب وقال مراقبون ان الحكومة القادمة وتغييرات المنصدرة التي سيقوم بها الوزر الاول ندر العرباوي ستتضح اكثر بعد هذا الاجتماع الهام ولأول مرة منذ فصورة طويلة لم يشهد الشعب الجزائري اشهد بالبرلمان مثل اكثر ضربة موجعة للعديد من الوزراء ونهاية حسمية لابعادهم مع مواجهة الرئيس للبرلمان وهذا ما كشفوه في اول لقاء تعديل شامل وصنظيف بيت الحكومة كليا بداية بعد ان كان الرئيس بون مؤخرا الغى الاجتماع الذي قرره في الوزر